ترجمة نانسي قنقر لجنة الميثاق التابعة لجامعات الدول العربية وهو الاجتماع الذي خصص لمناقشة التقرير الوطني الأول المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية عملا بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يمثل آلية عربية مهمة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان وشدد العسومي في كلمته على ضرورة أن تتم عملية تقييم حقوق الإنسان وفق الضوابط مهنية تستند إلى المعايير الدولية المتعارف عليها بعيدا عن النهج المغلوط الذي تتبنه بعض الجهات في تنولها لحالة حقوق الإنسان الحضور الكريم لا يفوتني في هذا الاجتماع المهم وسط هذا الحجر المتميز من الخبراء المتخصصين في مجال حقوق الإنسان أن أجدد الدعوة إلى سرعة انضمام الدول العربية إلى النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وهي المبادرة التي تقدم بها صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله وراءه انطلاقا من حرص جلالته على تطوير وتعزيز منظومة العربية لحقوق الإنسان والارتقاء بها ترجمة نانسي قنقر